كاين كاتبة إسرائيلية كتبت واحدة الكلام ترد فيه على مسؤولين إسرائيليين وعلى بعض القربيين شوفوا ماذا تقول لهذه الكاتبة وهي كاتبة اسمها دعت كاتبة إسرائيلية إلى ضرورة التخلي عما اسمته أسطورة أن حماس لا تمثل الفلسطينيين وقالت أنه إضافة إلى الحقيقة البسيطة في أن حماس انتخبت في الانتخابات بغزة والمعروف أنها تفوز بها في الضفة الغربية ولهذا لا توجد انتخابات هناك فإن حماس تمثل بعمق الروح الفلسطينية الأوسع التي ترى أنه لا يوجد لليهود بوصفهم شعبا أي حق في قامة دولة حرة ضمن أي حدود في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن وبحر المتوسط وأضافت الكاتبة واسمها عينات ويلف في مقال نشرته في مكور ريشون وهي صحيفة إسرائيلية بعنوان دعونا نحطم الوهم حماس تمثل روح كل الفلسطينيين ورغم أنه قد لا يكون لدى حماس إلا بضع عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين فإنهم جميعا يتصرفون انطلاقا من معرفتهم الواضحة بأنهم يفعلون ذلك من أجل تحرير فلسطين مضيفة أن فكرة تحرير فلسطيني من النهر إلى البحر هي الفكرة التأسيسية للهوية الفلسطينية وهي القاسم المشترك الأوسع لجميع الفلسطينيين وبهذا المعنى لا فرق بين حماس وفتح أو أي فصيل آخر الفرق يكمن في الوسائل التي يعتقدون أنها ستكون أكثر فعالية لتحرير فلسطين ولكن ليس لهدف نفسه ورعت الكاتبة أنه لا يوجد شيء اسمه نهيار حماس وحتى لو تم تدمير جميع الأسلحة وجميع الأنفاق في غزة غدا فسوف يتم إنشاء منظمة جديدة تحت اسم مختلف وستحرص على أن تستخدم كل دولار أو يورو من أموال عادة التأهيل التي يتم تحويلها إلى غزة لعادة بناء قوة سيكون هدفها مرة أخرى تحرير فلسطين وفق الكاتبة وتمضي في الكتابته إذن هذه شهادة والحق ما شهدت به الأعداء كما يقول المثال تقول لقومها يعني وهذا الشيء اللي دائما أنا تعرف في إنصافي نقوله يعني أن الإعلام الإسرائيلي منوع وفيه أراء وفيه أفكار ولذلك هم إجمالا فيما بيناتهم يتعاملون بكثير من الإنسانية والوطنية فيما بيناتهم والإخلاص لبلدهم إلى آخره مع طبعا نظرتهم الاستعلائية والاستكبارية لغيرهم من الشعوب وخاصة للفلسطينيين لكنهم يقولون هذا الكلام يقال في صحيفة إسرائيلية طبعا هذا الكلام قد لا تستطيع أن تقول بعض الصحف الغربية لكنه يقال في صحيفة إسرائيلية وتقول صحيفة صحفية إسرائيلية باقتصار بسيط تقول لهم إنكم واهمون وأنتم تقولون أننا سنضمر حماس تدميرا نهائيا لأن هذا هو يعني نتنياهو والمسلمين اللي معاه يقولوا أن هذا هو الهدف الرئيسي لما يسمونه المناورة البرية أو الحرب البرية